موسيقى الحكومة تقرر ربط عملية اعادة الارقام الوطنية او سحبها بقرار رسميا فقط من مجلس الوزراء المجلس وخلال اجتماعه مساء امس قرر اعتبار دائرة الاحوال المدنية والجوازات المرجعية الوحيدة للاردنيين غير الخاضعين لتعليمات فك الارتباط وليس دائرة المتابعة والتفتيش وبناء على هذا القرار فان هذه الدائرة تنحصر متابعتها فقط بحامل البطاقة الخضراء كان الاخوة حمت البطاقة الصفراء من حيث المبدأ دولة الرئيس اكد على ان هؤلاء مواطنين اردنيين والدائرة تؤكد على ذلك ولكن في البعض منهم كان تصريح لمشمل الموجود معه بحاجة الى ادخال ابناءه فيه كنا نقوم بتحويله على المتابعة والتفتيش ليس من باب سحف الجنسية كما يشاع وهذا شيء مؤسف كنا نحاوله لكي يضمن وجود ولم شمل ابناءه في التصريح وهذا من باب استبقاء ابناء هذا الوطن الذين يحملون حق التواجد في الضفة الغربية وهو حق وطني نطمئن الاخوة بانه كل حملت البطاقة الصفراء مواطنين اردنيين ينطبق عليهم قانونيا مضمور قانوني جنسي الذي يراعي حقوق الجميع الان اصبحت هناك تعليمات مشددة من دولة الرئيس ومن وزير الداخلية بان تكون البطاقات الصفراء بالمطلق حملتها مواطنين اردنيين وهذا ما ان شاء الله سيتم مراعاته في كل التفاصيل والله الاجراءات الى حد كبير منيحة بتاخد رقمي بتستنى والموظفين متعاونين والمدير متعاون وممتازة هي الغلبة الوحيدة بالنسبة لنا سكان الوطن انه احنا لازم نيجي من الضفة انا يعني ما عمري راجعت دارة المتابعة لان يعني قليل ما باجي بكون كل اشي معي وثائقي معي كاملة بكون عارف شو بدي ما بيغلبونا بسرعة بيعطونا اشتركوا في القناة